أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى في سجونه ومعتقلاته السرية جاء ذلك في اليوم الوطني والعالمي لنصر التغزة والأسرى الفلسطينيين حيث انطلقت الفعاليات الفلسطينية التي أعلنت عنها مؤسسات الأسرى والقوار وطنية الفلسطينية كرد على جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في حق القطاع أكثر من ثلاثمائة يوم من الضمار والتشريد والتجويع والإبادة عاشها الفلسطينيون وما زالوا يعايشونها دون بارقة أمل لوقف هذا العدوان الوحشي عليهم واليوم دعت منظمات عالمية وعربية إلى وقفات تضامنية في كل أنحاء العالم بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين ودعما للشعب الفلسطيني الصامد أمام آلة القتل الإسرائيلية ففي خضم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي وتطهير العرقي الممنهج يقف العالم مجدوها أمام الحقائق التي تسجلها الأرقام فقد أعلنت وكالة غوث لتشغيل الفلسطينيين أنروا أن أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة في غزة يحتاجون لدعم غذائي وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن أكثر من 9700 أسير يقبعون في سجون الاحتلال ويواجهون ظروفا غير آدمية وتعذيبا ممنهجا أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض نفسية وإعاقات بدنية إلى جانب استشهاد عدد غير معلوم منهم جراء التعذيب الوحشية وبينما وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 40 ألف معظمهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر نجد أن هناك ما يزيد عن 10 ألاف مفقود واستضمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال بالفعل ودعت المنظمات الفلسطينية إلى وقفات شعبية وتظاهرات مجميع المحافظات الفلسطينية كواجب وطني وإنساني فوق أي اعتبار وكمسؤولية فردية وجماعية إزاء سنوات طويلة من الإبادة الممنهجة والاستعمار الغاشم وأكدت المنظمات أن نضال اليوم هو امتداد لنضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود في وجه الاستعمار وداعميه وهو صرخة في وجه الصمت الدولي المخزي والعجز الأممي أمام هذا المستوى من الجرائم والوحشية ليس هذا فحسب بل إن تلك التظاهرات والوقفات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب الفلسطيني عازم على نيل حقوقه واسترجاع أراضيه المحتلة فلم تكسره وحشية ولم يهزمه عدوان ولا عجب فهو الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض ترجمة نانسي قنقر